يا سادة يا كرام في التربية كان بزاف ديال الأنواع متوازينة الإيجابية الخاطئة إلى ما غير ذلك والتربية المعنى ديالها أنه كتدير تطبيع اجتماعي للطفل باش أنه يقدر يتعايش مع المجتمع دياله بوحد الشكل اللي يكون فيه هو إنسان فعال وما عندوش مشكلة كبيرة في أنه يتواصل مع الناس اللي ضيرين به وأحسن حاجة في التربية هي اللي كتكون متوازنة واللي كتخلي ولادنا في الوسطية والاعتدال ما كان نرخيوش بزاف وما كان نزيروش بزاف علش هات المقدمة وهذا الكلام كله؟ حيتاش ببساطة حكيتنا الليلة غدي تصدمكم بالتربية أنتها واحد المراهقة اللي أصبحت اليوم شابة كبيرة وغدي تشارك معنا مراحل تطور أخطاء اللي غدي يخليوها أنها تدخل في واحد الدوامة من الممنوعات المحرمات نقدرون نقولوا قاع حتى الفساد والمشكل أنها بنت عائلة لمثقفة ووعية ولكن صحبة الفاسدة زائدة على التساهل في التربية غدي تشوفوا شنو خلف فيها أنا مادش نطول لكم أكثر وغدي نخليكم أنكم تكتشفوا أحداث هذه الحكاية للعبرة مئة بالمئة سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك المؤنسة ديركم عادت إليكم من جديد إن شاء الله تكونوا بيخروا إلى خير وموركم هانية والأرواح تديركم مرتاحة بنسبة الأمهات ولداتكم دخلتهم من المدرسة ورتاحيتوا شوية هاني أن لكم أني عارفة هذا الإحساس إذا كنت تجدين على قناتنا نقول لك مرحبا بك والداردارك وشرفتيني أنك تكون ما بين العائلة وإذا كنت أصلا من العائلة رك عارفة جملة شهيرة ديرك الداردارك لن نتعطي لكم أكثر ونقول لكم يلا لنبدأ أنا أمل حليت عيني تنعرف غير ماما وبابا اللي هم واحد من الناس اللي يمتقين الله ديما تصموه ثنين والخميس وديما الفجر ونحن نعديها بزاف أنا أختي اللي صغر مني حيث أنا هي الكبيرة والدي ناس اللي هم دروش وكي يسمحوا في حقهم ووالدوني أنا أكثر منهم والدي بزوجهم خدامي مزيان وفي مناصب لي مزيانة ولله الحمد قرأت الابتدائي والإعدادي في مدارس خاصة ولكن في الثانوي سيخرجني بابا باش أنا نقرا في المخزن على أساس أنني نشدت الباك مع الشعب أو بمعنى آخر الباك إنتال حكومي كبرت في واحد العمارة ديال جدي لكلها عائلة حنا كنا نسكنوا في البرميير واحد عمي في الدوزيام واحد آخر في التروازيام الدار ديال كاتريام كانت مسدودة والسانكيام كان فيها جدي وكانت قدمنا واحد العمارة وحد آخر حتى يدي جدي ولكن فيها الكرايا بابا كنت يبغيني بزاف وكيجيب لي كل شي حتى لعندي وكنت مصاحبة آنويه بزاف وكان وقت ما جامل الخدمة تخرجني معاه باش نمشون نتقدا وننظروا ونمشون نشربوا شي عاصر كنت لما كانت تخاصم مع ماما كان نمشي عنده حيث كنت آنويه مصاحبين بقوة مفشوني وليدي العائلة بدوكي يقولوا لي مالك تدير بحلاكة مالك على الفشوش اي حاجة نغوط عليها اي حاجة بغيتها تحضر لي انا فاشي طلعت الثانويه حولني بابا لمدرسة الحكومية كيف قلت لكم وكانت فيها واحد العياقاء انا ذاك ليه بزاف ما كنش كنت نضحك مع البنات وكان بغيدي ما ليلبسها ما نعودش ليلبسها ودي مشاريح واجه اللي هم جداد ودي ما عزيز علي بنزوينه في السنكيام جالي قد نتلقى بواحد البنت اللي تصحب سنويها كانت سكنة قريبة مني في واحد الدرب سللي السومعة ديالو كانت خيبة انا ما كنش عارفة انا ذاك كانت كنت تطلب مني باش انا نخرج لها التمارين دولها لما كانت كنت تجي عندي كنت تنخليها قدام الدار ما كنت ندخلها اشتنقل صغير في الدرج واحد نهار جمعة بابا كان طالع وحنا قلسي في ذوك الترجاز غادي خنزر فيها وفيها وويدوز ويلي مالبابا مخنزر فيها بحلاكة فاشتلعت للدار قال لي يا بابا اش كنت تدري مع هاديك مع كيف كنت لكم هي سكنة في واحد الدرب اللي بابا كابر فيه وغادي يقول لي بلي انه هاديك رخت اكبر شمكارة لا انا ما كنت عارفة عبابا اول جملة قال لي يا بابا هي دوك الناس ما تقديش عليهم وفعلا ما غاديش نقديع لهم حتاش من بعد غادي تفهموه لاش في الحكاية اش كنت تدري مع ديك الماركة البنت انا كنت تبقى فيها لانه كنت مفضي في الحالة المادية دي لها وحتى العائلية كنت تقول لي اعافك اخودي لي من عند باباك الفلوس بليل كنت توقف حدا الدار و تقول لي اعافك لوحي ليه شي 20 درهم انا ذاك هنا كنت عندي 15 لعام من بعد والتي تدخلها للدار تنخلي بابا حتى كي نعس وكان سلتها وكانت تبقى غلصة في البيتسة ديالي وكانت دراسي بلي انني بغيت نشارج الموديم وكانت نخدم عند بابا حتى ندرهم وكان اعطيها لها حتى كانت تبقى فيها وكانت تعزيزها لها واحد من نهار جاءت عندي قلت ليه امل ارى واحد تدري عجبتيه وانا ذاك ما كنت كان عارف حتى شي حاجة لا في العلاقات ولا كيف ما بغوا يكونوا وعمرني ما عارفت ولا تلاقيت حتى بشي واحد قلت لي يا ركي عجبتيه لا عافك فلانانا هذا المواضيع ما عنديش معهم ما تبقيش تقول لي يا بحلاكة لا لا امونا وانا يطلع من الاشتراجم ارى هكذا يوقف واش انت مستيه انا خطني هذا المواضيع بدون نسعي عندما اأتي من المدرسة سنريد ان ندر مع الشوكة نخرج للعمارة وانا نقوم بها بالقنت وقفة معك ارى قتلها لها اوها مبغتش شفت فيهم وانا نخرج في ذاك الاليالة كانت يصن لي التليفون اتصلاح الهو انا موراد اسمعت ذاك موراد وفي المدرسة الخصوصية كانت تقرأ معي واحد دري تهو اسميه مراد كان عزيزي اللي كنت دائما تسمعه بحال خويا قلت لي لا هذا ليس صوت مراد و انا اقطع عليه واحد يومين من بعد سنخرج للدار مع اثناش فشخش من المدرسة سنخرج بيتي باش انا ننهوه وهو تليفوني كيصوني جاوبت قالوا دوري راسك ها انا انا اعطى اثنين مرتك ماذا بغيتي؟ كنت عجبينه بغيت نتلقى بك لا و انا اقطع عليه بقعت يصوني علي كل مرة سأتلقى لي الدم و انا اقول لي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان نتلقى عاود اعطى لي اشياء الخمسة دي المرات مع ايام متتالية و كنت اقول لي نفس الجواب غير باش نصدره ما باش نهضر معاه تي دير معي البلاسافين باش نتلقى ولكن ما كنش كانت تلقى به واحد نهار دوالي وقال لي كيف العدن تلقى و انا غادي نخوي به بقيت في الدار و مخرجش اللي عنده و يأتي عندي ذاك البنت صاحبتي للدار لقيتني متكيه و يقول لي امال انت قلت هنا والداري قلت تسنافيك و هو نقي و في شكال معه كان عيش في بلد اوروبي و كان يلا دخل منا قلت لها صافي و اخا مالي انا قاعد معك سادره بحلقه يلا نشوفها الداري و قلت لديه و قلت لديه غادي انا و انتخره و انا مشيت و اتلاقيت بيه و قلت اسمعها في الطموبيل انا ذاك عندي ذاك الساعة 16 سنة و عنده شيء 22 او 23 سنة سوف يديني القهوة و قلت لي هذه رادية البابا سوف يجبه و سيسلم علينا و حتى اخته اللي كانت تقرأ معي في نفس التانوية طلعنا الفوق نتع القهوة و قلت سنو انا عجبني و عجبتني الطريقة كيف كنت يهضر و كيف كانت هي كل يد ماغي قلت اهدري ضريف فعلا و انا سنطح في الفخ بلنا نتلقى يوميا نقدر ما نمشيش قاعد الحساس و انا نتلقى به و انا نتلقى او بارتما حيث ساعة في اوروبا و اخرجت له دياله و انا جاء المغرب و انا نتلقى بها قلت لي ان تشاهدها معي فين كاين و كيف دايرة فعلا نتلقى معه و انا نتلقى يوميا و انا نتلقى في الفيلم و لكن اتأكدوا بي انه عمره ما قرب لي و هذا كله كنت نتلقى في القرية و انا نقرأ و لكن انا كنت نخرج معه انا قلت و قلت هادي السيد را عمره ما غادي اديني واحد المرة غادي يطرى ليطرى و ما كانت بلا ايرادة ديالي بمعنى انه فاش غادي تجرى اعليا خادي نستسلم ليه المهمتي يعرف انه يتمكن مني واحدة من ذلك الكريات اللي كارية في العمارة كانت عندها شيء 28 عام و انا عندي شيء 16 عام و هي كانت صاحبت ماما و كنت انا نخرج معها مرة 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 و كانت بحال شيء صديقه ديالي و بعد ما ترى هذا الشيء طلعت عندها تنجرى و قلت لها فلانا و اشفرسك ش نوقع ليه نصحتني و قلت ليه امل بعدي من المراد مخصصك ش تلقي به و اكيد مع الحب و الغرام ما يمكنش من تلقاش به ما تسوقش الكلامه و بقيت كان نخرج معه و التعودات نفس القضية و انا عمرني ما قدرت نتجرأ نقول له و مراد اشهد شيء كدير و اخي ما كنتش بغى كنت كان نمشي معه و ابتداء من هذا الوقت بدك يدير ليه بحال شيء لعبه يعني اخذ ذلك الشيء اللي يبغى و بدك يلعب بيه و انا عمرني ما قلت له لما عرفت ما عرفش و يقمع فيها و يقول لي بعدي مني و انا كنت تنبغي واحد و انا كنت تنبغي الكامبكي لا عفاك انا تنبغيك ما تنقدش نعيش بلا بك ولكن هو دير فيما بغى واحد مرة تخصم معي في رمضان و قلت لي انتلقاه قلت له اه انتلقاه فينك بدع لي يلفاع لي يد تاركا و رمضان هذا و انا مفهد العلم بقيت كان نمشي عنده و تحت فيه عميه و المراهقة ديلي و خصوصا انه خدري العذرية ديلي ف قلت انتلقى فين امشي و لماذا كنت يبغيني المهم بقيت كانت تلقى به كل يومين ثلثيين في الدار و يبقى يعصبني و يعارني و انا مبقى قدرى نمشي نقرام و انا مبقى و انا مبقى و قلت اعزك امه الله و كان كميه مع العشرة الصباح و الساعة العشية قبل ان ندخل دارنا و انتهدن و هذه الدخة و الهدنة غير كانت تهمة و لكن فعلا هنا كانت بداية الانحراف و بداية البليا و سيعرف ان انا فقط و انا مبقى انا مبقى و قلت ان اخرج من المدرسة و انا اخرج من المدرسة و انا اتنجح و في شهر سعود سيقول لي كيف يديني المدرسة و يجيبني و لكن في اول نهار دخولي مراد سيعيط لي و قال لي اجيل عندي و انا مبقى انت خرج مع الساعة تكون خدام يعني كنت تنشيط تاكسي كيف يديني المدرسة و سيذهب الى دارهم و بقيت انا و ياهة لست لبستة بليا ديالي من جديد و مشيت بحالة راجعة من المدرسة دارنا و الساعة كله انا مع نفسي ما كنش مرتاحة و ما راضيهش على هاد الحالة و تقول انت يا امال شنو كديري في هادلوقيته كالعرس ديال واحد و كنت اغذى مع دارنا و كنت اغذى مع دارنا و كنت احس بحالة جاءتني الدورة الشهرية و وقفنا في الطريق و مشيت متأكد و وجدت بلي انه ماشي بالصح و لكن هذه هي الوقتها ديالا كانت عندي واحد صاحبتي تقرأ معي و قلت ليها و قلت ليها و قلت ليها فلانا را ما جاءتني شد الدورة ديالي و كنت قريبا ان ادخل 17 سنة و قلت لي عندي بابا قلت لي عافك خاصلني الفلوس و أعطيها لي و مشيت عن طبيب و قلت ليكوغافي و المغامرة اللي درت هي انني غادي نمشي عن طبيب ديال العائلة و اللي غادي لقى عنده بنت عمي اللي كانت قلصة اش كدرينا؟ كان نموت بالمعدة؟ قويلي انتوا عندكم فارماسي في الدار و جيال عن طبيب لا لا اراني شربت الدورة و ما دار لي حتى شي حاجة كذبت عليها بالعاني و اصلا كانت شد النوب قبل مني دخلات و خرجات و وصلت نوبتي و داك الطبيب دار ليكوغافي و يقول لي ليسمعي بنتي انت يا راكي حاملة انا تصدمت و انا ذاك كانت 2013 اللي عمرني ما قدرت ننسى هاد السنة انت يا امال بنت الفشوش و قدرتي هاد الزبلة لا يمكنش تقولي ايها المكوغة ترباك غادي نخرج من طبيب و شد التاكسي بحيلة غادي يدخلني الحماق تم بكي مشيت نيشان للدار ما قدرت نجلس فيها غادي غادي نجلس غير في الاعتبان تعد دخلها و جواني دارنا بحيلة غراب عليها و قدرت نحص براسي بلي انني و قدرت انسانة واحد اخرى لقيت راسي و دخلت في البلية و دابت في الحبالة و انا عبد الله ما فاهم ماش في الدنيا باش انني نفهم اصلا شنو كان دير المهم دخت كان عندي واحد صديق اعشيري من جيراننا كان ديمتي يقولي ايها و امل اعطيه تساع ركي باقة صغيرة على هاد الشي انا فاش عرفت راسي حاملة و قدرت راسيرا انني كانت تقدم معهم في الدار و بعد سيصلني بابا المدرسة و هنا سنعيط المراد ماذا هو واقع؟ كنت حشمانة نقولي ماذا هو واقع؟ ما تجيكم شغربة ولكن ارى بالصح ما كنت حشمانة انني كانت وقعت الواقع ولكن حشمت باش انا نقولها سنقول لصاحبتي عارشي شنو تكلفي و قوليها انتي جاء وتلقت بي و انا بقيت على براتي القوافين تلقينا اعودت لي الاحداث و قلت لي ارى امل رايك على بركة النافك و قلت بعد مني تعطني تساع انا في انت نعرفها و دابا نجمع لها الشهود من هو دالية بحلاكة؟ طفع لي التليفون انا تلقيت مع عشاري قال لي شنو غدي ندير امل و ايش بغيت نمشي عنده ضرن عندك النمرة دي المو انا تفكرت باللي انه كان مرة مرة تسيسفت لي مساجات من عندها و انا نعطيها لي اخدها و عيطت ليها و قال لي اضحوا ان اضحوا معك ضروري عشاري امتي موراد و تسعلوا معها و قلت لي ماهو عشاري و قلت لي رايك السيدة قلت ليه اذا انهم كانوا براهش و قلت لي الخروجة نسخ بنا فنجمع للمشكل قلت لي الانت غير معي اعتقدت لي امتي موراد و قلت لي اجيل عندي و قلت لي حتى هي نفس الهضرة انظروا يا صوري اقتبعي و قلت لي الى داركم و قلت ليهو هذا السبت له قلت لي من المورا سوف نجو بشأننا نزوجك الولدي أنا لم أستطيع أن نذهب لأماما مع الخلعة قلت باقي زوج دي السيمانات قلت ذلك الأيام و قلت لأماما ماما ذلك الأستاذ التي قرريني؟ والده أريد أن تزوجني أرى أن أرى أن يأتي مرحبا بهم عرضنا العائلة و قلت لها العماتي أم كانت تعيط لي و تقول لي مرت والدي عرفتي أنا فين؟ أنا كنشي لك في الدهاز هي بقت معي على تواصل ولكن هو عمره مدوى معي سوف يدوى السبت الأول و دابا ما بقى السبت الثاني في ذلك الأسبوع الأخير أعطت لي بنت عمته اللي كنت كنعرفها عن طريقه واللي حتى هي كانت تكمي الجميع الأنواع و تبيع جميع الأنواع و عندها وليد بلا أب قلت لي أمل هبطي هبطت لعندها أمل شوفي ربط مراد من نعرف الموضوع جرى عليه و بدت تدخل و تخرج عليها في الهضر و تختار عليها سيناريوهات شوية أعطت ليها أمه و قلت ليها اه انا راني مع أمل احنا جايين عندك و أخا مشينا عندها و طلعنا الدار نتعد بنت عمته اللي كانت فيها أمه و قلت لي شوفي يا أمل هاد فلانا اللي كتشوف فيها قدام كتابة رأي عندها ولد حرايمي والحرايمية يبقى معيارة و دابنتي و موراد و خد زوجه سيبقى ذلك اللي ستجيبوه سيبقى عليكم ذلك الحرايمي معيارة فلانا يا اختك تكبئ اليوغورت في لافابو و لا تتعطيش لولدك كتجاوبها لاخره و تقول لها ايوال حرايمي قعمية كل يوغورت كتقول لها لولدها شوفي يا أمل احنا سنشوف لك شئ طبيب يحيد لك هذا الشيء و ديك الساعة من اللي تزوجين انتوية ديروا اللي يبغيتو لقد لعيطت لي و قدتني عند واحد طبيبة اللي ستتعامل معي بين حيطات و احتقار لم يمكنش دخلت عندها و قدتليها هاد الجانين اللي عندها في كرشا رع عندو ثلاث شهور ما نحطش في ها يديها غديمشو عن طبيب واحد اخر اللي سفتنا عن طبيب واحد اخر و وسط المدينة اللي غديدير معايا لاربع مع الزوججي اللي عشية وصل الموعد و انا قلت لبابا انا داك ولو ما غديش نتلس الديني المدراسة غديمشي الراسي و في الطاكسي غرع تاني الفلوس فعلا خلاني نمشي الراسي و تعرضت لي امه و داك النهار كان ششتا خط مدسمة دخلنا عن طبيب و طلبت لي ايه هذيك اللي في استقبال الكارت ناسيونال ديالي نقذت امه قلت لها الرا ما عنده ايورا ما يمكنش و هي تقول لي شو اسميت مامك فلانا قلت لي اعطاني نمرت وليدك علاش و اذا ربما وقعت لك شي حاجة ندويوليهم شو يوم انت مراد سيصنو لها التليفون ديالها و تقول ويلي هنا جاية هنا جاية قلت عندي و قلت لي انا هذي نخليك دابة حيش ممي مريضة هنتي هنا قلت لديك الفرمليا هنتي ما تخليها تخرج و بقيت و خلتني قلت في ذلك الاصال و ما كين نخيل البطرونات بهذا المفهم و واحد العدد كتير لا يحصى ديالي بناس اللي كي يديروا الكورتاج و عالم وحده اخر تخيلوا معي سبعتاش العام و انا حاملة وتخيلوا معي ديك صاحبتي الفاسدة عرفت مني انت عندي خمستاش العام ستاش العام ستتعرفني على ذاك خينا و عندما كملت في 17 العام ضربت فيها 8 شهور لقيت راسي فيها حاملة كان بكي حيش بديت كانت تأمل كيف كنت و كيف كنت و كيف كنت و كيف كنت نخرج و غير باش نقطع الشانطة كان خصني ماما تطلع لي و كانت ترعد معا كنت نخاف حتى أوليت في قصة و عالم من نوع آخر معينا المهم سألت متفاصلين لديك العملية اللي كانت مرعيبة اللي تبنيت فيها كاملي و تتربطوا لي للدين و الرجلين ثانينا ذيك العملية رجعت لدارنا لأربعة درت الكورتاج سيقول لي الطبيب خاص كتر تاحي و لم تتمشيش و كان ستبت موعدين لكي أنهم يأتيوا بقى كان عقل سيأتي عمتي توقف عليها و تقول لي يا الله معي المحلات تبيعوا الحويج و أنا يالله درت الكورتاج كان تمشى معها بحيلة كان تمشى على ممود يا العيني داز هادك النهار بدو دارنا في التحضيرات يا ماكناوي يا حلاوي كي يوجدوا و اخذت قاعدة من قفطان و كل شيء باش نتوجد نهار السبز هذا هو نهار الموعود توجد كل شيء وبقى كان عقل كنت ألبس في التكشيطة و أنا فرحانة و وصلت السادية العشية لا ما خلونيش ماشي النعاية اللي على باركم ولكن هذه بداية جديدة مع السادية العشية قطعين الشانطة و جايين بالطيافار و دخلنوا عندنا البرميير و ضربوا الطبالة و الغياطة و طلعوا الكاتر يام معا كانت كلها صالونات و غير ديال العرايض قلصنا و يمنين طلعت ما قلصش حدا حيث اهرب لي خاطري منها كيف شلحتني عندك طبيب ذلك النهار و زادت عيدت لي مشيت لعندها و يتقول ليها بيني وبينها شوفي غير ضحكي و ما تبيني والو أصلا هاد شيء رغم من نوالو بقيت كان شوف فيها صدمت العمر اشهد تنز عائلتي جاي من اخر العالم و جاي بوافع عائلتي و قفت و اتخنقت و جات عندي عمتي و لي العروسة قعمة تنوض بقيت صابرة و تحطى الطابلة و المساواة ديال العائلة بان كأنهم عمرهم مكلة و الحوت شي تيجبد مننا و شي تيجبد من الجه و شي خاشي و جوف التبصيل و الفم عمره و واحد الحالة جاتني ليه السيريان تعد ضحك و وسط الألم ديالي المهم في ذلك الليلة قرأوا الفاتحة مع بابا و قالوا لي انا و الحاجة الوحيدة انه كبر عن جداه في فرنسا يعني حتى تجي جداه و يرجعوا معها حتى يتكاتبوا خرجوا في حالتهم و عباد الله كل واحد يمشي في حاله قد تفرق الجوخة انا قد ندخل الوحيد البيت قد نطلق الموسيقى مجهدة حيط الفوق و تكشطها و بديت كنشطح و كنبكي كنشطح و كنبكي و هنا ستبدأ امل جديد سبت جاو اتنين عيطت لي قلت لي معه شخارجة لا تشعر لا تشعر لا تشعر قد نطلق الموسيقى و دخلت عليها كنت لابسة بيجاما بيضة و ليحة على مانطة و قاسف واحد القنت في الصالون و كترتق في صباح يديها بحالة مع الصباح و لم تتوتر قلتني 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 و هنا ستصدمني بكلام اللي يجعلني غير حالة في أمي و هنا يا سيدة يا كرام سمحوا لي ولكن سنقول لكم سنحبسوا الحكاية إلى الغد إن شاء الله ستعرفوا في تتمة هذه الحكاية وتعرفوا أيضا النهاية هذه البداية الخاطئة ماذا الكلام ستقوم بمتمرات لأمل و ماذا فعلا سيحبس ماذا العواقب كله إيجابية سلبية سنعرفوا جميع التفاصيل إن شاء الله أنا عارفكم كيف العدم تعيش بكم جزء الثاني ولكن أنا مضطرة لكي لا يكون ملل في الحكاية سنكملها إن شاء الله في نظركم ماذا تتوقعوا في تتمة الحكاية ماذا سيكون في نظركم وأنا كنظر بلي أنه كينم بزاف ديال الأحداث اللي ما يقدروا يشتحوا لكم على باركم الحكاية ستوقف هنا حدومتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام شكرا شكرا شكرا